اشتركوا في القناة ولكن لا بد من توخي الحذر ويجب ان تجرى تلك العلاجات على يد طبيب لكن هناك ايضا علاجات بدون قهرباء عن طريق المجالات المغناطيسية متغيرة القطبية هذه العلاجات ليس لها اي اثار جانبية على الاطلاق حيث يوصي بها الاطباء كعلاج ملائم للاستعمال المنزلي العلاج بالمجال المغناطيسي متغير القطبية يعمل كمولد القهرباء المولد القهربائي يعتمد على المجالات المغناطيسية متغيرة القطبية مما يؤدي الى حدوث قصر قهربائي هكذا يتم انتاج القهرباء التي نستخدمها في شتى مجالات حياتنا اليومية تعتبر المجالات متغيرة القطبية في العلاج بالمجال المغناطيسي مصدرا مغناطيسيا ثابتا للجسم هذا يعني ان هذا المصدر المغناطيسي يمكن مقارنته على سبيل المثال بالمجال المغناطيسي للارض وهذا هو سبب عدم وجود آثار جانبية عندما يتعرض الدم لهذه المجالات المغناطيسية يحدث أمر مثير لأن الدم يعد بمثابة الموصل من منظور كهر ديناميكي تتولد في الدم قوة كهر مغناطيسية أو بالأحرى دوامات عدة من القوى الكهر مغناطيسية التي تجدد الدم وتفكك تجلطات الكريات الدموية كما أنها تشجع تميع الدم وتزويده بكميات أكبر من الأكسجين العلاج بالمجال المغناطيسي يمكن أن يستعمل لمعالجة جميع الأمراض العلاج بالمجال المغناطيسي الذي لا يولد بالكهرباء تحديدا يعد فعالا جدا خاصة في القضاء على أوجع الرأس بكافة أنواعها وفي حالات الشد العضلي في منطقة الظهر لا أعرف أي علاج آخر قد يكون أكثر فعالية من أجل بناء الغضار في الموجودة بين الفقرات أنصح دائما بالمجال المغناطيسي غير الكهربائي كعلاج إذا كان المريض يعاني من انزلاق غدروفي في هذه الحالة يعتبر العلاج بالمجال المغناطيسي من أفضل العلاجات المطروحة في السوق اقتنعت كريستين بغطاء السرير المغناطيسي من شركة بيوريلاكس إلى أبعد الحدود كانت الفتاة تعاني من الصداع النصفي لفترة طويلة ولم ينجح الأطباء في علاجها ساعدت المسكنات القوية على إزالة الألم لفترات قصيرة لكنها لم تساعد على شفائها نصحتها إحدى صديقاتها بأن تجرب غطاء السرير المغناطيسي من بيوريلاكس عندما استلقت على السرير لأول مرة شعرت بالرحة والدفء اليوم قد استخلصت الفتاة من كل الآلام بل وأصبحت تشعر بأنها مفعمة بالحيوية حيث أنها لن تستغني عن غطاء السرير بعد اليوم هذا هو بيرنارد كلاين من مدينة بريمين مطور نظام بيوريلاكس المغناطيسي بدون كهرباء صنع في أرمانيا حسناً أنا أتناول موضوع استخدام المجال المغناطيسي في العلاج الطبي من منظور علمي منذ عام 1983 كانت بداية قراءتي في الموضوع عن قدرات المجال المغناطيسي واسعة الحدود مما دفعني إلى مواصلة قراءتي والتعمق فيها وقد كنت مفتوناً بالموضوع إلى حد أنني أردت أن أعرف كل شيء عنه ثم لفت نظري ما يشوب المنتجات المعروضة في السوق من عيوب لا تتوافق إطلاقاً مع متطلباتها فبدأ الأمر وكأنه عملية احتيال وكأن زجاجاً نافذة يعرض على أنه عدسات طبية للنظارات بحيث لا يستطيع الناس أن يفرقون بين ما يتعين للمغناطيس أن يفي به من معايير حيث يتم تجاهل شدة المجال المغناطيسي والمسافة بين القطبين وعمق الاختراق بالتالي كانت هناك نقوصات واضحة لذا بدأت في تطوير أدوات خاصة واكتسبت خبرة شخصية فيما يتعلق بتحديد المسافة المثلى بين القطبين فلاحظت في البداية أن المسافة بين القطبين كانت صغيرة للغاية أي أن عمق الاختراق لم يكن كافياً التقيت فيما بعد بعلماء في الفيزياء من ذوي الخبرة بهدف احتساب المسافة بين القطبين عندها اكتشفنا أن المسافة المثلى تتراوح ما بين 5 و 7 مليمتر وعلى هذا الأساس أعدت التصميم والتركيب وتشهد التجربة العملية حتى بين أفراد عائلتي بجودة المنتج وفعاليته حيث حدثت لنا أمور لن تصدقها إن صرتها لك إن المجالات المغناطيسية لا تتآكل مع الزمن بحكم أنها مجالات دائمة هذا يعني أننا نستطيع إعطاء ضمان مدى الحياة على درجة فعالية المنتج وإمكانية استخدامه بشكل دائم هي لا تستهلك كما أنها ليست بحاجة إلى مقبس كهربائي أو إلى الكهرباء من الأساس يستخدمها كل أفراد عائلتي بلا استثناء في النوم بكونها تحسن الدورة الدموية أثناء الليل في اليوم التالي ستشعر بحيوية أكثر بل وأنها تلعب دورا هاما أثناء النوم حتى بالنسبة للمصابين بانقطاع النفس النومي وذلك لأن الجهاز التنفسي يزود الدم بالأكسجين بحسب كميات الناقلات في الدم فإذا تم تفكيك تجلط دموي ما بنجاح تزيد كميات الأكسجين التي يتم نقلها وهذا يؤدي من جانبه إلى تحسن الضغط الجزئي كذلك سوف يتحسن على سبيل المثال عمل الخلايا العصبية وهو ما قد يسبب شعورا بالألم سرعان ما يزول تحسن الطرابات النوم هو أسرع ما يمكن ملاحظته بسبب استثارة الجهاز العصبي المستقل الجروح التي لم تلتأم مع مرور السنين تبدأ بالشفاء لأن الخلايا تحصل على طاقة إضافية للبدء في عملية العلاج تتحسن التروية الدموية لعضلات الجسم مما يخفف الضغط على النفق الفقري ويقلل بالتالي من أوجاع الظهر أنسجة الغضاريف الموجودة بين الفقرات يعاد بناؤها أنا شخصيا تعرضت لحادث سيارة في عام 1996 وعصبت إثر الحادث بتدهور للغضروف الواقع بين الفقرات الخامسة والسادسة من فقرات الرقبة كما شعرت بخضر في إصبعي هذين اليوم هذه المشكلة تم حلها وتعافيت كليا الأمر ببساطة هو أن العلاج ملائم لكل مرض إذ أن كل خلية تحتاج إلى الأكسجين والمواد الحيوية وعندما يكون هناك تزويد متواصل وتبادل ناجح لتلك المواد تزداد طاقة الخلية وفعاليتها بغض النظر عن نوع هذه الخلية لو كانت خلية جلد يمكنها القول بأن هذا العلاج أفضل من كل كريمات التجاعيد باهظة التكلفة لأن تزويد الخلايا بالكميات الكافية من الدم يعمل على شد البشرة هذا يعني أن كل عضاء الجسم تستفيد من تلبية أفضل لحاجتها من الأكسجين والمواد الحيوية فتزداد القدرة البصرية لخلايا العين وتنشط خلايا السماء أي أن الجسم كله يستفيد حينما يستلقي على المجالات المغناطيسية